أخبار اليوم شهر رمضان في سوريا في سوريا يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارد بطعليق لفدات في الشوارع لتهنيئة المسلمين بقدم شهر رمضان الكريم يكتب في بعضها أهلا بك يا رمضان والبعض الآخر أحاديث نبوية عن فضل الشهر الكريم مع تنزين الشارع بالأنوار والمصابيح وكذلك بعض مداخل البنايات كما يطلق البعض الألعاب النارية بألوانها وأنواعها الجميلة ويزداد الأقبل على المأكلات والمشروبات وخاصة الحلويات التي تكون لها طابع ومزاق مختلف في هذا الشهر ويزداد الأقبل عليها بشكل غير عادي وفي سوريا أيضا تشتهر التبولة والبطاطا المقلية والفطائر بالسبانح والكببانية بالإضافة إلى السبوسة وحساء العس المجروش أما الأكلة الرئيسية فهي فتة المجدوس وهي من بازنجان واللحم المصدوق وخبز مقلي ولبن أما على الصحور في الطبق الناعم يؤكل عادة وهو عبارة عن رقاقات من العجين ترش عليها دبس العنب والحلويات فالقطيف العصفيري وهي عبارة عن أجينة دائرية تحشى بالقجد البلدي ويرش عليها القطر ترجمة نانسي قنقر